اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة وبرنامج قضايا واحداث حلقة النهاردة هي حالة فريدة من نوح جريمة قتل بس غريبة شوية من نوح تعالوا بينا نشوف الشاب اللي معنا شاب احمد محمد سليمان وشهرته حودة تعالوا بينا نشوف التقرير ده ونرجع تاني الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أما أحييتنا واجعله الوارثة منا محمد الرحيم أنا مصطفى عبدالقادر الشريف جرر الأستاذ محمد سليمان والد المتوفي والناس دي ناس محترمة جدا ومن يوم ما حضرنا هنا في الحتة وهم قاعدين معنا ناس محترمة وأخلاق على مستوى عالي جدا ولا حد بيسمع لهم حس بأمانت الله بأمانت الله أنا ما أشكرش فيه علشان هم موجودين ولا عشان الظروف اللي حصلت والمتوفى الأستاذ حمودة الله يرحمه ويحسن إله كان من زينة الشباب ومن خيرة شباب البلد ده اللي نعرفه علي كان بيصلي بنا أمام وكان بيصلي بنا الترويح وكان بيصلي بنا الفرد فرده في الجامع وراجل محترم جدا وإحنا ما نعرفش عنه أي حاجة من بيته للشغل ومن شغله لبيته من شباب من خيرة شباب البلد راجل محترم ما شفتش منه غير كل خير بيصلي فرد ربنا في حاله ملتزم ما عملش أي حاجة في حد فما ندرش نقول عنه اللي هو إن هو إيه شاب أو الله يرحمه بقى من شباب الجنة الله يرحمه كان رجل متدين من البيت للجامع ومن الجامع للبيت بس إحنا عادينا نعرف إيه اللي حصل ده حصل لي وعشان إيه احترام والأدب والأخلاق أنا كنت أتمنى أنه يبقى بني كان عارف ربنا وطأي وبيصلي وما بيسيبش ولا ركع ويجي يقولي لو سمحت ما يقوليش ألا لو سمحت والله العظيم بناء أدم كويس وعارف ربنا ومحترى عايزة حضرتك توصلي صوت أمه وأبوه لكل المسئولية عشان يجبوا حقه أنا خال أحمد المرحوم أحمد بالنسبة لأحمد كان حاجة كبيرة عندنا قوي لأنه كان حافظ كتاب ربنا وكان من صغره هو في الإعداد كان بيقى في إمام بالناس يعني وكان في الدراسة كان هو اللي بيقرأ في الإزاعة وهو اللي كان لأن ترتيله كان ما شاء الله عليه كان عشرة على عشرة وربنا بيقى الله يرحمه أصر فينا جامد بصراحة وحسبه الله هو نعم الوكيل في كل إنسان في الظلمة بسم الله الرحمن الرحيم أنا بحاجة زحمة جمعة عم المتوفي أحمد محمد جمعة كان على خلق وكان محترم وكان بيصر وقت وقت والله يرحمه حسبه الله هو نعم الوكيل في اللي أعمل وكيه أنا عم المتوفي أحمد كان على أخلاق وكان محترم جدا وكان حافظه القرآن وكان متدين وكان من شغل البيت ونتمنى القصاص ابن عمك وفيه وأقول لهم يا جدعان هو كتوم في نفسه وبيحبش يكلم حد وبيحبش يشوف حد مش عارف وفيه لدركة إنه كان كل ما ييجي يروح عند خطبته يكلمني أنا عايزة عايزة زبط شعر عشان رح عند خطبت قال له حاضر يا حمودة خلص اللي في إيدي والذكران يقول لي لا دلوقت قال له خلاص يا حمودة ماشي حتى كان دركة الأخلاق والإحترام كلها فيه ما شفتش والله العظيم حد زيه هو كان كان رجل محترم وكويس ومن شغل البيته ومن بيته لشغله وما لهش أي مشاكل مع أحد أخلاقه كويسة كان رجل حفظه القرآن وما حدش يتكلم في حقق رجل ده كلمة وحش الحقيقة يعني هو كان رجل محترم جدا جدا يعني وأهله نصطيبين مش بتوع مشاكل مع أحد وهو يعني الله يسمحهم اللي عملوا فيه كده نقول في حققه أي كلام شبابه كبير الناس كلها حزين عشان إحنا كلنا زعلين عشان حمودي وما تخليش أكلم أكتر من كده حمودي دي كان أسلم واحد يمشي يمشي في طريقه ويرجع في طريقه من البيت للجامع ومن الجامع للبيت في يوم سمانة حصل اللي حصل ده أنا خالد سليمان جمعة عم المتوفي عم المرحوم حمودي اللي زبحوه حزبي الله ونعم ولكل فيهم ربنا ينتئم منهم بحق جاه النبي يا رب هو كان من الناس الأخلاق والله من الناس الأخلاق ولو سألت أي حد في البلد والبلاد اللي حوالينا كلها البلاد كلها حزينة حزين أكسم بالله حزينة على حمودي إحنا عايزين حقه حقه هو القصاص إحنا مش عايزين غير القصاص يا رب ينتئم منهم يا رب ينتئم منهم يا رب بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أما أحييتنا واجعله الوارث منا ورجعنا لكم بعد التقرير وزي ما شفناه أحمد محمد سليمان وشغراته حمودة شاب متوج بحفظه للقرآن الكريم لزينا البلد مفيش واحد اختلف على حسن الخلق وعلى إنه متدين وملتزم ملوش أصحاب من بيته لشغله ومن شغله للجامع لزينا فعلا وشوفنا بيعنينا حب الناس ليه كبير وصغير شاب أو فتاة رجل كبير طفل صغير سيدة أو رجل مفيش حد اختلف عليه لفينا في شوارع القرية كاملة مفيش حد ألا ما يسمع حمودة الله يرحمه ويشكر عنه ويقول لك كان كان محترم ما كانش حد بيسمع منه حاجة وحشة وكان كل حاجة يعملها في الاحترام وفي الأدب ما حدش كان بيتضرر منه في أي حاجة ما كانش بمعنى صح ما كانش حد بيحس بيه وهو ماشي بيمشي في حاله موطف الأرض ما بيبصش لحد ما بيبصش لحاجة رحمه الله كان شاب متوج بحفظه للقرآن الكريم تاج كتاب الله سبحانه وتعالى كان تاج في قراثه كان زي الناس كان إمام وخطيب بيقوم الناس هو شاب بيقوم الناس في الصلاة في المسجد ما كانش بيفارق المسجد ما بين الأزان ما بين الوقت والوقت كان مقيم في قلب المسجد يحفظ في القرآن يحفظ شباب أهل قريته يحفظ الناس الكبيرة كان مساعد لكل الغير حصلت جريمة أبكت جميع من في القرية أبكت الكرة والقرى المجاورة وقرية كنيسة دمشيت بمركز طنطة محافظة الغربية ومعنا تقرير تاني هنروحوا دلوقتي نشوف إيه إيه اللي حصل وإيه تفاصيل الجريمة اللي حصلت معا تعالوا بينا نشوف التقرير ونركح تاني أنا محمد سليمان جمعة والد الشاب المقتول مزبوح اللي حصل يوم مع ابني ابني كان خاطب بنتي من هنا من نفس القرية وابن خالتها كان متقدم لها حضرتك قبل ما ابني يخطبها فابن خالتها اترفض فإحنا ما كناش على علم حضرتك بالكلام ده أصلا إن ابن خالتها كان متقدم لها وتقدمنا وما نعرف شيء إلا بعد ما تقدمنا وخطبنا ولبسنا شبكة يوم وقوع الجريمة أو ليلة وقوع الجريمة زي ما قلت لحضرتك ابني كان بيروح عند خطبته يوم كل أسبوع يوم الخميس بيبقى صباح وجمع عنده أجازة وبيروح بعد العيشة وبيجي عصة عشرة ونص عشرة ما يبتقرش عن كده ووعدته بينام بدري عشان بيقوم لأهل شغله بدري تمام لأنه بيبقى موجود في الشغل الساعة تمانية اقترزي وشغال في مصنعه وبتاعه كده فبيروح عشان يعمل إنتاج أكتر عشان يقبض أكتر كان حضرتك حصل شوية خلاب بينه وبين خطبته فالمهم أبوها كان اتصل بيها وقال لي كل شيء مصيبه قلت له ما فيش مشاكل خالص احنا أهلهم ما فيش حاجة فالمهم ابني قال لي أنا بحبها وعيزها وبتاعه وكده فأبو وكلم أبوها قال له خلاص يا أحمد ما فيش مشكلة حبيبي بيبقى تعالى وكده وأنا كلمت ابني خلاص ما فيش مشكلة فرجعنا تاني للخطوبة تاني لأجل النصيب فالمهم كان أحمد ابني يقول لها أنا عايزة يقول له لا ما تجيش لا خليك الأسبوع ده لا مش ما بلاش تيجي فكان بيروح كل فترة طويلة يعني مثلا كل 15 يوم كل 20 يوم كل شهر كان بيروح مرة فالليلة ديت حضرتك اللي حصل فيها الجريمة إحنا قاعدين هنا أنا وم واخوه خدم افتاح البوابة الخارجية وراح جاي يماشي الساعة كان الساعة عشر فالمهم لما اتأخر من عشر اللغات الساعة 11 قلقنا فأمه منطو بترن عليه الموبايل ادهرنا وراح جاي يمكنسل رن عليها تاني بقى راح جاي مغلق فالمهم رحت جاي لبس لبس تاني وراحت خارج مانطو بتقول انت لاح فين قلت لها شوف الولا وفين شوف كده على الطريق ولا حاجة وقف مع حد ولا حاجة وانا من جوايا ان في حاجة غلط بس ايه ما عرفش وانحنا راجعين في حما حمابني ابو خطيبته بيقول لما تيجي من عروق من راح من على الطريق الدولي نبص كده نشوف يكون نطلع على الطريق الدول ولا حاجة الكلام ده الساعة كام حوالي الساعة واحدة ونص اتنين اتوبنا هيروح على الطريق الدولي وابني مستحيل ما عرفش يعني هل قال الجملة دي ليه يعني وابني على فكرة حالة الجريمة حصلت فين على الدول اللي بيقول عليها اللحما ابني بيقول عليه الجريمة حصلت هناك على الدول تمام فالموم حضرت قلت له لا مشروع الدول احنا عايزونا نروح نبلغ في المركز على الاختفاء يبني حضرتك وبعدها رحنا دورنا على الكاميرات الفجر في كاميرات شافته وهو رايح الشرطة جاد فارت الكاميرات كلها وجابه القاتل كان اخوي يركب وراه وهو اصلا رايح عند خطبته لاه هناك اصلا القاتل قعد معاه هناك الله انا من اللي حصل ما بينهم اتنرفز محدش هيرو عند خطبته حوالي والله العظيم ينزل الساعة عشرة دي اصلا يعني هيرو عند خطبته هيصلي العشاء ويرو وهو الحمد لله الحمد لله والله العظيم والدتي بتقوله اجيب لك العشاء لا لا هصلي الاول يعني صلى ونزل يعني الحمد لله ربنا تقبله من الشهادات صلى ونزل والله يعني حسن خاتمة جميل وما نعرفش رفينا على الكاميرات وجبنا القتل اللي كان راكب والله اعلم خده هناك وقتله وصمم جبت له عروسة بانبي بانبي وخمسين جن هللقى هغيرها هللقى هغيرها وتالت ايام يروح للرجل عشان يفتح ويغيرها هيدا الراجل قافل واتبصل به فتح له وابو وفتح له عشان يجب عروسة كبيرة في علبة لابسة في الصلابية كان مصمم عروسة في الصلابية وجابها ووالله مخبينها مني وراجب لها قلبيت حلاوة من عدل كبيرة جدا والله عشان باولاد احنا بس تايرا بنزل اللي لدي ليه كان رايح والله العزم بقى نزل عندها برينز بقى لبس حلو شيك ونضيف وهو دي اما حفلة ونضيف وراحت حلوة اللي لدي نزل بتشيرت عادي خالص مصلي فيه بقى نطول بقى نزل بقى نزل بتشيرت خورصاصي على دايرة كده في الصقوم جميعنا اللي لدي نجل لبسة عادي وكتش لماشا عليهم وراح فنيامودة عزت عمال رصيد لأنا رايحة تمشي عشر دا ولل ربع عشر عزباكة بابا يبعت لراجل بتاعدها مشي اللي بنعمل منه يتصد يعمل لك لا دا الباكة بتاعدها بتاعدها بتخلص بس سماء بقطها بضيوم خمسة في الشهرة هعمل طب بابا يبعت لك لو اي عايزة خطبتك نبعت لها اني هترك امها ونبعت لها احنا الباكة لو اقال لي لا اما بتاعدها اعمل لي وعمل لي عشر داقيق وجاي والأربعة مش عشر وجاي بيبقى رايحة عندها لبس يعني معروف لكيش والله العظيم نضافته حلوته اللي لدي نزل بنبسه عادل لا لا ورجعنا لكم تاني بعد ما شفنا تفاصيل الجريمة باختصار حالة القتل حصلت ان الشاب احمد نزل راح عند خطبته في وقت متأخر بنك بعد الساعة عشرة وده كان وقت بالنسبة لأهله مش متعودين انه ويخرج فيه احمد كان كله خروجه بعد صلاة العيشة وكان بيرجع ما بتأخرش برا البيت لحد الساعة عشرة فاليوم اللي اتأخر فيه لحد الساعة عشر اهله اللي قلق عليه مع انه شاب وده عريس هي تجوز من الطبيع ان الشباب بيصهروا لحد الساعة عشر واثناشر يعني بيصهروا لوقت متأخر لكن لما جات الساعة عشر ومرجعش البيت وقته قلق والده قلق عليه مع ان 11 دي بالنسبة في الصيف والشباب وقت بدري بس عشان هو متعود من حمودة انه هو ما بتأخرش برا وشاب ملتزم اقصى حاجة ليه الساعة عشرة قلق عليه فنزلوا يدوروا عليه زي ما شفنا والده قال انه هو الشاب نزل عند خطبته لما قلقوا عليه وراحوا يدوروا عليه لقوا التانهم يلفوا وراحوا بلغوا في مركز الشرطة ولقوا ومعرفوش الخبر بيه اللي بالليل الا تاني يوم الصبح الساعة سبعة الصبح انه هو متوفي لما خدوا والده واخوه عشان يودهم المستشفى وودهم المشرحة يتعرفوا على احنا دي بالتفاصيل اللي حصل لحمودة حمودة شاب ابكى الجميع ناس كلها قلبها مكسور عليه ناس قلبها واجحها زي ما شفنا اللي احنا شفناها دلوقتي ما يجيش جزء من المليون من حالة والده ووالدته يعني احنا لما جينا نصور معاهم قعدنا اكتر من ثلاث ساعات عشان نقدر ناخد منهم الكام كلمة دول انه هم يقدروا يمسكوا نفسهم ويدونك كلمتين دول ان احنا نقدر نساعد بهم احمد انه هو ياخد حقه احنا مش طالبين غير القصاص العادل زي ما احنا عارفين نزاهة القضاء المصري وحكمه العادل لكن بنضم صوتنا من هنا لصوت اهله وصوت اهل قريته بالاجماع مفيش حد يعرف احمد الا ما بيطالب بحقه احنا مش عايزين اكتر من حقه القصاص دي بالتفاصيل كل اللي حصل لهم كل اللي نقدر نقول عليه انه ندعى ربنا انه هو يتقبله من الشهداء ورحمه شاب احمد يعني بصراحة الواحد مش قادر يقول حاجة الواحد شاف الوضع على الطبيعة شاف الانهيار لأهله والأهل قريته وكل الناس لو كنتوا معنا وشوفتم الشباب والاطفال وهم بيبكم على احمد يعني كنتوا تخيلتوا الموقف شوفتوا الموضوع ومدى حب الناس فيه بصراحة مش قادر اتكلم اكتر من كده مش قادر اقول حاجة لكن كل اللي هقوله ان انا هدعى ربنا من هنا ان ربنا يغفر له ويرحمه ويتقبله من الشهداء فيه معانا دي كانت حالة احمد ومعانا برضو في الفقرة حالة انسانية لشاب احمد احمد ابراهيم شاب ده من المحل الكبرى محافظة الغربية شاب حصلت معاه حدثة سبب الاهمال ما البسيط ادى لمشكلة كبيرة بالنسبة لأحمد فيه تقرير مفصل من احمد بعد اللي حصله وبعد الاهمال وبعد المصاريف اللي حصلت والفلوس اللي دفعها دي كلها وهو حالته المادية على قده هنشوف برضو الكرامة والشهامة بتاعته نطلع نشوف التقرير ده ونرجع عن الكلم تاني بسم الله الرحيم انا احمد ابراهيم محمد عيد السن تلاتين سنة حدثتك انا عامل حدثة بقالي ست سنين من ست سنين كده كنت ماشي بموتسكل واحد سواء تاكس خبطني وادى الاصابة ان انا عندي كسر مضاعف كان باون رحت المستشفى العام في المحلة الاسعاف جاد خدتني رحنا طبعا هناك سابوني فترة حوالي واحد وعشرين يوم محدش عمال لي حاجة رجلي حصل فيها تعفون طبقه قريمة فالتعفون ده ادى اللي هو اللي وصلني للبتري في الاخر البكتيريا اللي وصلت لجسمي فضلت قاعد هناك واحد وعشرين يوم عملت عملية في الاخر ركبولي جهاز مسبت وخرجوني من المستشفى بتقرير ازياد من واحد وعشرين يوم طبعا لجأت انا انا اروح للدكتور خاص في عيادته عملت معا كزا عملية برا اجي حوالي تعت عمليات ما نفوشي رحت للدكتور ايمن خليل على المشحمة اخذت عضم من هنا من الجنب استقصلت عضم من هنا من الجنب حوالي 14 سنتي اتخرجت من المستشفى مشيت شوية طبعا الشريحة دي كانت بتجيبلي سخونية جامدة وبتورم لرجلي جامل مرة في مرة قالوا لي ان هي جسم غريب في جسمك ومش هتعمل اي حاجة فبعدها وسط ان هي ضخامة رجلي جامد رجلي بقت ورمى جامد وواجعاني اكتر فبدأت ان انا اروح بقى للدكتور تاني قال لي لازم تتشال فشلتها فالدكتور بعتني لدكتور اسم محمد مصطفى حسن فطنطن رحت هناك عملية الكحت عضم عملية الكحت دي هي بوزة الرجلي يعني بوزة الرجلي خالص وانا ماشي بعدها كان فيه جبس قالوا لي انت هتجبس صحيح تاني يوم في المستشفى لقيت الدنيا غرقانها دم ودنيا في رجلي غرقانها دم خالص طبعا والدكتور اتصلوا بالدكتور مايردش قاعدوا اتصلوا فرنتوا حركة من الشخص بتاعه قال لي الممرضة انت لو رانيت عليها تاني انا هجيبلي الجزء فطلعت طريت ان اخرج من المستشفى لان انا كنت تعبان جدا ساعتها والنزيف كان مدقيقني ورجلي كلها دم فخرجت وروحت شلت الجبس وبعدين رحت العيادة قال لي انت عايز جبس تاني فجبست ومشيت فك الجبس قال لي مشي مشيت اسبوع رجلة قطمت العظم طلع منها من اللحم وخرم البنطرون وطلع قطع لي شريان بعتوني رجل طنطة دكتور اوعية دموية رحت رحت هناك عمل لي شريان وعمل لي كل حاجة ودخلت قاعدت استاني اللي فات كلها هناك قبل كده قاعدت اركب في اجهزة مصمر نخاعي جبس ركبت جبس مصص للبكتيريا واعدت اعمل عمليات كتير عمليات شفط قاعدت استاني اللي فات طبعا بقى في المستشفى ركبت جهاز ايه رزاروف بعد المثبت اللي ركبوا لي ركب لي جهاز الرزاروف قاعدت اخد علاج مضادات حيوية مصرية ومستورضة قاعدت اكافح كتير وفي الاخر مفيش نتيجة وصلت للبتر بعد 23 عملية وصلت للبتر فانا كل الحكاية اللي محتاجة ان انا عايز تعيين عايز تعيين ان انا تعين اقامل مستقبلي مش اكتر ولا اقل ويظن دي حاجة يعني المفروض تبقى متوفرة ليه والدتي طلعا يا ربنا يا باركلاه اللي كان بيدفع فلوس العمليات وانا كان معايا كنت نازل اجازة اصلا وراجع بعد عملت الحدثة كل حاجة راحت فافضلت اقعي فالدتي هي اللي تكفلت بالموضوع لان والدي تقفى بعد الحدثة بثلاث شهور مش عارف عمليه بصراحة لان انا بقليه ست سنين انا شاب زي زي عشب فانا محتاج اشتغل محتاج حاجة تدخل اتعمل لك دخل ايو محتاج شغل ان انا يبقى عندي دخل ان انا قدر اكفي والدتي وافضل قعد معه افضل عارف اعيش معه وعايشه عشان هي تعبت كتير وشقت لان والدتي معادش سنينها يسمح ان هي تشتغل بعدها ما اشتغلتش اللي الفترة دي بتاع الحدثة وبسببي بدأت ترجع وتروح مشاور للناس ومسلا حد راضيها هذا ده انما ما عنديش انا اي مصدر دخل حتى من الجامعات شرعية ما عنديش اي مصدر دخل من اي جهة هذا دي كان روحت كتير برضو هنا لموظفين وروحت الرجال الاعمال وروحت المحافظ وروحت هنا وروحت هنا لفيت ان انا قابل اي حد مفيش حد واقف معا ولا حد ساندني هنا فانا محتاج ان انا اشتغل محتاج اشتغل وظيفة حكومية ان هي ايه تقومنا على لجلة تانية يا اما ان انا اشوف الموضوع العربية ده خلص الشهادة الالكترونية دي وهبتدي بقى اشتغل عشان اصرف على والدتي ايوان انا والدة احمد ابراهيم محمد عيد اه طبعا ابني عامل حدثة فطبعا من ظروفنا ديئة وصرفت على ابن كتير وانديانت كتير بسبب عملياته وطبعا انا ام واحد تاني وربت بيت ما عنديش دخل تاني وما فيش حاجة دخلانا غير ان ما عايش بتاع والده والده كان شغال في كتاع خاص في مصنع المسيري فما فيش دخل تاني فطبعا انا من كترة ديون اللي صرفتها عليه فانا انديانت كتير بسببه في عملياته لان طبعا كل العمليات ديت على حسابنا فطبعا انا مش عارفة يعني انا عايزة بس ابني يشتغل شغلة حكومية تدخل له مصدر رزق يصرف علينا ونسدد ديون اللي علينا انا طبعا عندي ستين سنة عاملة كنصر في سدري طبعا صحتي معادتش مساعدة ان انا اشتغلت تاني وكده فانا الظروفنا بصراحة يعني متسمحش متسمحش لي باي حاجة خالص دلوقت طبعا انا معانتش بقدر امشي يعني انا معانتش بقدر امشي ان انا اساعد ان انا اروح واجي زي الاول فانا عايزة بس من السادة المسئولين ان هم بس يرعوا ابني في وظيفة حكومية وشكرا لهم وشكرا لأي حد يساعد ابني في وظيفة حكومية ورجعنا لكم تاني بعد ما شوفنا احمد احمد حالة احمد حالة انسانية بالدرجة الاولى شاب مع الظروف اللي هو فيها ومع اللي حصل له والحادثة اللي حصلت له وقدت الى باتري كامل لرجله برضو مش محتاج ان هو مساعدة من حد كل اللي محتاجه ان حد من المسئولين يبص له بعين الرحمة هو كل اللي محتاجه عايز وظيفة يقدر ان هو يشتغل بها عشان ما يمدش ايده لحد وما يمدش يقول مساعدة من حد كل اللي محتاجه ان هو عايز وظيفة ان هو يقدر يأكل والدته ويصرف عليها ويصرف على نفسه زي ما شوفنا العمليات اللي هو عملها صرفوا مبلغ كبيرة جدا على حسابهم الشخصي اندينهم لكل الناس جرانهم واهلهم مش لقين حد تاني ان هم يقدروا ياخدوا منه فلوس دين لان وحتى لو خدهم مش عارفين هيسدوها ازاي احنا لما رحنا عندهم شوفنا والدتهم زي ما هي والعيشة بتاعتهم هم مصطرين والحمد لله مفيش اختلاف على كده كل ده الحمد لله على كل شيء لكن احمد طالب يعني مش عايز يميدي ايده لحد كل اللي طالبه ان هو المسئولين لانه كان قدم على اللي هو معاش تكافل وكرامة لكن فيه ترفض الورق او بقاله اكتر من سنة بيجري في الورق بتاع التكافل وكرامة لحد الوقت مفيش حد رد عليه اترفض من صرفلوشي فياريت حد من المسئولين يبصله بعين الرحمة ويهتم بحمد لانه مش طالب مساعدة من حد هو مش عايز يميدي ايده شاهمته واخلاقه واحترامه الحياة بتاعه مش مخليه قادر ان هو يميدي ايده وقول لحد فهو مطلبش مساعدة من حد هو محتاج ان هو يشتغل اي مساعدة هو ابن الوطن ابن الحكومة ابن مصر فكل اللي محتاجه ان يكون فعلا هو ليه حق مصر حقه ده ان هو يوفروا له اي شغلة شغل المعاقين او اي وسيلة ترز ان هو يكسب بها اكل عيشه بالحلال زي ما شفنا الحالة وكان معنا رقم التليفون بتاعه يريد لو حد يقدر يساعده يتواصل معه على رقم التليفون هو الاسم بتاعه احمد احمد ابراهيم زي ما ظاهر قدامنا على الشاشة من المحلة الكبرى محافظة الغربية تواصله معاه ده الرقم بتاعه اللي هو موجود على الشاشة مفيش وسيط عشان يعني المشكلة الوسيط دي احنا مشكلة هنتكلم عليها في الفكرة التانية لكن ده رقمه الشخصي رقمه تتواصله معاه مباشرة لو حد يقدر يقدر يقدمه في حاجة او حد يقدر يساعده يتواصل معاه شخصيا ترقمه وهو من المحلة الكبرى من الغربية فنتمنى ان يكون فيه حد يبص له بعين الرحمة ويقدر يساعد احمد الى هنا انتهت فكرتنا الاولى ومعانا فكرة تانية بس هنشوف بعد الفاصل واكون معانا زملتي الاستاذة لطيفة دومر نطلع فاصل ونرجع لك تاني اشتركوا في القناة